وغطة كسين وتميسيات تتكلمكم الآن لأن الوضع تغيير نعم تغيير عاش أمل وأنا فهمتكم نعم أنا فهمتكم وفهمت الجميع البطال والمحتاج والسياسي واللي طالب مزيد من الحريات فهمتكم وفهمت الكل لكن الأحداث التي جارية اليوم في البلادنا ما هيش متاعنا والتخريب عداد التونسي التونسي المتحضر التونسي المتسامح العنف موش متاعنا ولا هو من سلوكنا ونبدا أن يتوقف التيار يتوقف بتكاتف الجهود الجميع أحزاب سياسية منظمات وطنية مجتمع مدني وثقفين ومواطنين يد في اليد من أجل بلادنا يد في اليد من أجل آمان كل أولادنا سيكون التغيير اللي أعلن عليه اليوم استجابة لمطالبكم اللي فعلت معها وتألمت لما حدث شديد الألم حزني وألمي كبيران لأني مزيد أكثر من خمسين سنة من عمري في خدمة تونس في مختلف المواقع من الجيش الوطني للمسؤوليات المختلفة و23 سنة على رس الدولة وكل يوم من حياتي كان ومزال في خدمة البلاد وقدمت الطلحيات ومن حابلش نعددها كله تعرفوها ولم أقبل يوما ومن أقبلش بتسير قطرة دم واحدة من دماء تونسين تعلمنا لسقوط ضحايا وتضرب أشخاص وأنا نرفض أن يسقط المزيد بسبب تواصل عنف والنهب أولادنا اليوم في الدار ومش في المدرسة وهذا حرام وعيد لأن أصبحنا خايفين عليهم من عنف مجموعات سطو ونهب واعتداء على الأشخاص هذا جرام موش احتجاج وهذا حرام والمواطنين كل المواطنين لا بد أن يقفوا أمامهم وأحنا أعطينا التعليمات ونعول على تعاون الجميع حتى نفرق بين هذه الأصابات والمجموعات من المحالفين الذين يستغلون الضرف وبين الاحتجاجات السلمية المسروعة التي لا نرى ما نعنفها وأسف كبير أسف كبير وكبير جدا وعميق جدا عميق جدا فكفاء عنفا كفاء عنفا وعطيت التعليمات كذلك الوزير الداخلية وكررت واليوم نأكد يزي من اللجوء للكرتوش الحي الكرتوش مش مقبول معدوش مبرر إلا لقدر الله حد يحاول فكس لحك ويجم عليك بالنار وغيرها ويجبرك على الدفاع عن النفس وأطلبهم لجنة مستقلة وكرر اللجنة المستقلة التي ستحقق في الأحداث والتجاوزات والوفيات المأسوف عليها تحديد أسهوليات كل الأطراف كل الأطراف بدون استفناء بكل إنصاف ونزاهة وموضوعية ولستنا من كل تونسي اللي سندنا وللي ما سندناش باش دعم الجهود جهود التهدية والتخلي على العنف والتخريب والإفساد فالإصلاح لازم الهدوء والأحداث اللي شفناها كانت في منطلقها احتجاز على وضاع اجتماعي كنا عملنا جهود كبيرة لمعالجتها ولكن ما زال أمامنا مجهود كبير مجهود كبير لتدارك النقاص ولازم نعطي أنفسنا جميعا الفرصة والوقت بس جسم كل إزراءات الهامة التي اتخذناها وزيادة على هذا كلفت الحكومة كنتصلت بالسيد وزي الأول باش نقوم بتخفيض في أسعار المواد والمرافض الأساسية السكر الحليب الخفز إلى غير ذلك أما المطالب السياسية قلت لكم أنا فهمتكم أين عم قلت لكم أنا فهمتكم وقررت الحرية الكاملة للإعلام بكل وسائل وعدم غالق مواقع الانترنت ورفض أي شكل من أشكال الرقابة عليها مع الحرص الاحتراط أخلاقياتنا ومبادئ المهنة العالمية أما بالنسبة للجنة التي أعلنت عليها منذ يومين ننظر في دواهر الفساد والرشوة واقتال مسؤولين باش تكون هذه اللجنة مستقلة نعم باش تكون مستقلة ونحرص على نزاهتها وإنصافها والمجال المفتوح من اليوم لحرة التعبير السياسي بما في ذلك التظاهر السلمي التظاهر السلمي المؤثر والمنظم التظاهر الحذاري فلا بأس حزم أو منظمة يويد تنظيم تظاهر سلمية يتفضل لكن يعلم بها وحدد وقتها ومكانها وعثرها ويتعاون مع الأطراف المسؤولة لمحافظة على طابعة السلمي الحب الأكد أن العديد من الأمور لم تزري كما حبيتها بكل صراحة كما حبيتها تكون وخصوصا في مجالي الديمقراطية والحريات وغلطوني أحيانا أنا من شبش متزرق على كامل جبام طولة بشريات غلطوني أحيانا بحجم الحقائق وسيحسبون نعم سيحسبون ولذا وجددولكم وبكل وضوح راني باش نعمل على دعم الديمقراطية على دعم الديمقراطية وتفعيل التعددية نعم على دعم الديمقراطية وتفعيل التعددية وسأعمل على ثون الدستور دستور للبلاد واحترامه نحب الكرهناء وخلافا لما ادعاه البعض أني تأهدت يوم السابع من نظامبر بأن لا رئاسة مدى الحياة لا رئاسة مدى الحياة ولذلك فأني أجدد شكري لكل من ناشد من الترشع لسنة 2014 ولكني أرفض المساس بشرط السن للترشع لعلاسة الجمهورية أننا نريد بلوغ سنة 2014 في طاري وثاق مدني تعلي وجو من الحوار الوطني ومشاركة الأطراف الوطنية في المسؤوليات تونس بلاد من كل بلاد كل التوانسة تونس محبوها وكل شعب يحبها وينزل من صنوها فلتبقى إرادة شعبها بين أيديها وبين الأياد الأمينة التي سيختارها لتواصل المسيرة المسيرة التي انتلقت منذ الاستخلال والتي وصلناها منذ سنة ألف تسعمائة وسبعة وينيه ولهذا سيكون لجنة وطنية تترعصها شخصية وطنية مستقلة لها مصدقية لدى كل الأطراف السياسية ومشيماية للنظر في مراجعة المجالة الانتخابية ومجالة الصحافة وكل الجمعيات إلى غير وتقطق اللجنة الرحلية اللازمة حتى انتخابات سنة ألفين وارمعتاش مما في ذلك مكانية تصل الانتخابات التشريعية على الانتخابات الرياسية تونس لنا جميعا فلنحافظ عليها جميعا واستقبلها بين أيدينا فلنؤمنها جميعا وكل واحد مننا مسؤول من موقع إعادة أمنها واستقرارها وترميم جراحها والدخول بها في مرحلة جديدة تؤهلها أكثر لمستقبل أفضل عاش تونس عاش شعبها عاش الجمهورية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته